الشفنين البحري أو برشة دهنية صفراء هو نوع من سمك الرأي اللاسا له شوكة واحدة أو عدة أشواك ذيلية لسعة وخطرة على الإنسان وهي أسماك غضروفية يوجد في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود يسكن عادة الموائل الرملية أو الموحلة في المياه الساحلية التي يقل ارتفاعها عن ستون مترا وغالبا ما تدفن نفسها في الرواسب يصل عرض الشفنين البحري حسب التقارير إلى واحد متر وطوله إلى اثنان متر وفي أغلب الأحيان يكون العرض خمسة وأربعون سنتيمتر شوكته الغيلية محززة تصل إلى خمسة وثلاثون سنتيمتر طولا وتوجد في قاعدتها غدة سمية موجودة في ثلث الذيل وفي بعض الأحيان توجد شوكة ثانية وحتى ثالثة والأشواك الغيلية في حالة تبدل دائم حيث تنمو الأشواك الجديدة قبل فقدان القديمة وهذا النوع يكون رماديا أو بني أو ضارب إلى الحمرة أو زيتوني في قسمه الأعلى وضاربا إلى البياض في قسمه الأسفل وزعانفه داكينة في قسمها السفلي الشفنين البحرية اليافعة قد تكون منقطة بنقط بيضاء البيئة القاع البحرية المالحة وعمق خمسة حتى مئتان متر وعادة عشرون تتغذى على القشريات والأسماك والرخويات فترة الحمل حوالي أربع أشهر خطرة على من يستحم وصياد الأسماك بسبب شوكتها السامة الفريسة السائدة هي القشريات التي تعيش في القاع وأيضا الرخويات والديدان متعددة الأشواك والأسماك العظمية الصغيرة هو يلد وتتغذى الأجنة عن طريق صفار البيض وحليب الرحم التي تنتجها الأم تلد الإناث من أربع إلى تسع صغار مرتين في السنة في المياه الضحلة بعد فترة حمل مدتها أربع أشهر ويتم استياده بأعداد كبيرة وتستخدم في الغذاء ومسحوق الأسماك والزيت يبدو أن عددها يتضال ترجمة نانسي قنقر